السلام عليكم أخوتي و أخوتي و أخوتي كديرين مزيانة حالة بس أتمنى إن شاء الله الفيديو يقعكم بيخير على الأخير لأول مرة قد يدخل مطبخ سميز و يقولوا مرحبا و المرحبا ماشيش يتابوني معي بشبك يجيه جديد و لي معنا قلوا مرحبا بكم أخوتي صغارة كبارة رجالة نساء مرحبا بالنجدد و ما ننسوش الناس قدمتوا مرخير ببراكة و أنتغتي أنا ما زال في سلسلة القمح الكامل هذي تسعد إن شاء الله يا ربي المهم هالنهار سيبوك الوصف بلا قوث بليك و بلا قوث فرق و جمع وطويا ديال المعقازة يالله مع المقادر الطريقة تحضن إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تبعوا لي المقادر و تبعوا الفيديو تالآخر مع الأسرار بجيوكم ممرق إن شاء الله بإذن الله و يجيوكم بحذيالي والحسن ديما لدي ما نقولوها المهم ما ننسونش من اللايك لله يجازكم بالخير بارترجلنا الفيديو بالأهل الأصحاب يالله مع المقادر الطريقة تتحضن بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي القمح الكامل عندي جوز لايف قمح الكامل نغرب له نخلو له هكا النخالة ديالو نحيدوه كبيرا و نحيدوه رقيقة سهيئة نحيدوه نخليوها ديك الدقيق للأبيض النخالة نخليوها من الجانب هنا عملة خميرة مع القاطئة الخميرة و ثلاثة معلقة ديالسانيدة هنا عندي المدافئ سوف نعملت هكا حفيرة ندر هكا شميل المدافئ و خليت تفعل الخميرة مع ديك ثلاثة ديال معلقة ديالسانيدة و نكملو العناصر ديالنا هنا اخوتي عندي بيضة بيضة عن حي دل البيض نديروه مع الأجينة و صفر نحفضو به لحسب تزيين الدهن هنا نديرو الملحة الملحة دايما نقولوا حسب الدوق ندير بيض ديالك لكي تعودت عليها و ينبغي يدروا بالمعلقة لكم أختيها سوف أخوتي هنا عندي ثلاثة معلقة لزيد المائدة سوف نكملوه و خلطوه بالماء المدافئ ديالنا أنا جنوبي بالنسبة لأخوتي انا نسيت فاني اللي بغي يسايف الفاني يسايفه دايما نقولوه هالحلاوه لحصدق و هو مجاش حلوه يعني لو كنتم تديروه مدهنوه بشي حاجة حلوه ولا مدهت حلاوه ما تديروه في الملح يعني ما تحشي فيش حاجة ملحة صافي مهمة خلي هكا هذا هو الدوق صافي هنا في هاللحظة انتم تشوف أخوتي بدي تنجمع فيه دايما كي تعودنا القمح الكامل ما نجريه واش لأنه صافي ايتلق راسوه و من الأول ايتلق راسو و لو ربي buttass ن…. نحن نغيرها شي صافي ايتأخوتي المطقخصص القناة غير اخرج بعض داخل أتخذ ايضا قمحة كاميرا كاميرا ونطورة عالبية تجمع وخصوه ونطورة المستخدمة تضيف الزائفة ونحتاج الماء لدينا زيت كمزنة وضعها وضعها اختمر كما اختمر فقط وضعها وضعها الغمرة وضعها تغيير لكي يغطيه وضعها اخمرة وضعها وقسمتها على 3 حبيثت جزء منها لا يوجد جزء كبير وقد قسمتها على 3 حبيثت مزنة كما ترون أن ترونها وضعها بشكل كثير سيرتنا الى سطح الأعمال بالزيت سيرتنا الاجينة هل سيرتنا بشكل أشياء لا شيء بشكل مباشر سيرتنا بكل كبير سيرتنا الى الزبدة بالنخالة. هذه النخالة برمام حمرش. عملي غير بالنبل غير بالرقيق. بقتنا النخالة. سوف في هالطريقة هذي بلا مقود ورق وعاود وثلث وربع. بهالطريقة هذي جيبتها انتم بتشوف التفسي حطه في الروس. جررت هكا بالجنة هكا مهمة. في صغار فكبار. وخليت واحدة كبيرة باش نديرها. هذه الأخرية اصدق. انا سيبتهي من قبل اخير اخي. صراحة الله هذي فخصات كل الأخرية. بالتغطيل على كل شيء ولكن مش مشكل. صافي جمعت هذي اجينا شيء فوق شيء فوق شيء. ان نتأكد بان رغم لاسقاش. اليك هتلاسقه. ديروا لي الزيتة او ثاني. لان انا قد تكون قمحة كامل اخير اصدق. صافي انتم بتشوفوا ملاد الليك. ملاد حاجة غير بيدي. سرحة دي في الساعة لان ما تخليوه هاش بيش ميشو دراسة ولا ايش حاجة. اضطلق راسة. صافي اخوتي هنا جديد شوية الزبدة اللي عندي وزيت شوية هاك دي النخالة. لان نكون نغر بنا قطب مانا منها. هتبت تشوفوا سمينها شوية يعني كعندي ازلا فبقى منها شحل. صافي هنا. فاللاحظة نقسمو على 4 وزين قسمو على 8 وزين قسموها. وصلنا 16 وحدة. هتبت تشوفوا هكا. صافي بهالطريقة. يبقى لكم اخوتي اختيار. اذا كنتوا بغيتوا ما تديروا حلو ملوي. ديروا في الشوكولات. ديروا فيه. كنبات سري ديروا فيه اللي يعجبهم لكم مواسع النظر. بغيتوا ما تديروا فيه شي حاجة من الداخل ملحة. لابن لا ما تديروا هكا خليطيب وبن التالي فتحه. لكم الاختيار مهمانا درتون. بكاش عندي في صراحة الله شوكولات. فسافي درتو خليت درينو شيدهان بفورما شيدهان بشوكولات شيدهان كوبا حبة شيدهان. يعني انا شكرت ديال دل هيكاين. اما ديال هكا باش نديروا في الحشو. داخل زعمة ديال. كنقولهم ديال 4 ريال ولا ما نعرف. موين في الوص ما بقى ما عنديش. سافي في هاللحظة انتبت تشوفو انهز العجينة ديالي. ونروليها. رولي عادي. انتبت تشوفو درون ديال فتحه. باش اتعطينا ديال كروسة هكا. موينانا نحاول نصوركم قريب هكا. باش يبالكم الصورة واضحة. ودائما اشي ينقلوها المبتدئين. مصبك لكل ام شفاف مطبخ دياله. موين حاولوا لاخوتي تزربوا لي لان انتم تشوفو قنحة كاملة. على الحرارة يزيد الخراسة. الكهر الفورس اللي بنقدر له الزبدة يشو دراسه. انتم تشوفو بهالاتحة هذي. هد حاولوا ندروا لي. تمنا نكون صورة واضحة سم الشرح لما قررت نوصل لكم. وانتم تشوفو يعني ازربوا يداكم لان نقطكم اللي بقى الترخى يلسق لكم. واننا نحن نشتدل السق يعني باش مدعو بدوش يجينا من جديد وفيها بلعد تخربك. سوف انتم تشوفو قطي حطوه في هذه الطبيصة ديالنا مندهون بالزيت. بوستدروا وارقة. لكم الاختيار. سوفو حط الفران ديالي سخون. لانهو واقس نحطوه في الفران سخون. سوف تخلوه بزيان. ومتوه على مئة وعشرين درجة. وخليفو تخلوه بزيان. وعادة نحط بروسة ديالنا. مع الحرارة انتم تضغي اي خمر. اما انتم تخلي البرد. لانهو اعمل فران يسخون شوية. وطفوه. ودخلو في الكروسة على ماء الخمر. وعادة يستعد عاوز كسميته. خليوه يخمر مرة تانية. بيش طيبه. سوف ارى اللحظة هذي. موما نبغي تحجي هكا من فوق بزيف. هكا بزيطه بيدي. يعني قرصه شوية بيدي. هنا بالنسبة لديك البيضة قديدة. يعني اما قطرة الحليبية. اما بالماء. لك الاختيار اللي عندك. ودهن به كروسة ديالك. انتم تشوفو هراء خمة ذهبة. وندهنه. وخليه يزيد الخمر شوية. على ما يكون فراس خنيت. ونحطه في الوسط. مائة وعشرين درجة. وخمار ديال من فوقه من التحت. وصفو تخيث عليه. باش يجاكر بسط. لانا بغيت اخوتي دينه من فوقه. بشي بكوكه. وبغيت ادينه. بالانواع ديال. مو مكسرة اللي عندكم. ولا ديالك القشخشات. ولا المهم. لكم اختيار ديرو اللي يعجبهم. اللي يعجبوا وليداتهم دائما نقولوها. صافي اخوتي انا مهم خليثوا بهالطريقة. خلقتوش عتريهم من فوقه من التحت. اه تحت حمر هكا. بفيها اه تحت حمر بكل فوق كيف التحت. وديك الوسط ديالك الجهد. هنفتحها معاكم تشوفها من الداخل. اجي مرق دائما نقولوها. شي حاجة صحية. ولكن ماشي بحاد الفرص. باش ما نبقاش يدا هو يجي زوين. صار قدانا كالوه بلادي نهارو. مبقاش. وبصحة ورحالي جربة ثولة. بجربة ثولة. قولو دائما اسمحنا. كل واحدة عندها خيرة في الدبارة. يا سبحان الله جزيزيكم بالخير. اردو عنينا في التعليق كيف جاكم تنتم ماذا سيبتم. يا الله مع الفيديو المقبل ان شاء الله باني واحد لأحد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.